أشير إلى أن موقع وزارة البيئة والآن حضرتك بإمكانك أن تدخل وأنا معاك الآن على موقع وزارة البيئة الرسمي وبتوجيه وبإشراف معالي الوزير ننشر الآن ننشر أكثر الوزارات الملوثة أولويات التلوث ويسفني أن أقول فيما يتعلق بتلوث المصادر المائية الدوائر البلدية وأمانة بغداد تصدر التلوث الكمي التلوث النوعي للأسف وزارة الصحة معالي الوزير الصحة وهو أستاذنا طبعا بالتأكيد وزارة البيئة ساعدت وزارة الصحة كثيرا لدينا تعاون مع اليونسيف لإنشاء وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي المصرفة لنهر دجلة في مدينة الطب والسيد مدير عام دارة مدينة الطب يعلم الجهود اللي بذلناها لأن أنا أترأس لجنة لإيقاف تلوث المصادر المائية من المؤسسات الصحية كذلك تعاوننا مع يون دي بي لتزويد المستشفيات وابتدأنا بالمحافظة الأكثر فقرة المثنى بمحارة خاصة لتقليل انبعاثات السام من نارجع النفاية الطبية أنا أقول ويجب أن يعلم الجميع بأن هناك الآن لجنة عليا يترأسها دولة سيد رئيس مجلس الوزراء وأنات الآن رئاستها إلى معالي وزير البيئة هي مسؤولة عن متابعة موضوع التلوث للمصادر المائية وبالتأكيد حققت اللجنة أهداف كبيرة جدا راح أقول للحضرتك في حدود أمانة بغداد تحسنت معالجة مياه الصرف الصحي من 32% إلى 68% خصوصا بعد أن استكملنا تحديث محطة البعيثة اللي كان أساسا كان ينقصها أشياء بسيطة تعلق بأوامر غياء الموضوع المهم الذي أريد أن أقول للحضرتك الآن نعمل على استراتيجية وطنية لحد من التلوث البيئي تجينا بها الآن بالعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية شعارنا الآن وسبق أن عملنا مع منظمة الصحة البيئية أن بيئة صحية ناس أصحاء أي هناك علاقة مباشرة تماما أن الأصحاح البيئي فيما يتعلق بالهواء والماء والتربة هو استثمار استراتيجي بالصحة العامة علينا أن نعرف تماما بأنه في يوم مغبر واحد بالإضافة إلى كل التفاصيل والخسار الاقتصادية والخسار الاجتماعية لكن في جانب الصحي الضغط الكبير على ردهات الطوارئ نحن نخسر بحدود 10 مليار دينار هذا كله في الضرر أو يومه في التداول البيئي وزارتكم أيضا السنة الفاتد قالت بأنه توقعاتكم بأنه سنة 2055 العراق سيصير بـ 300 يوم مغبر من أصل 365 وحكي أنا وحضرتك ومعك كذا مسؤول في وزارة البيئة على إجراءاتكم في مسألة الحزام الأخضر ومشروع الحزام الأخضر هذا وين صار المشروع شوف سيد الكريم أنا أشير إلى أن وزارة البيئة هي وزارة رقابية إشرافية تضع سياسات وتضع استراتيجيات ورؤى وأحنا مسؤوليتنا تضامنية كحكومة نحن مسؤوليتنا جميعا هناك جهات مختصة بالتنفيذ وزارة الزراعة دائرة مكافحة التصحر والغابات هي الدائرة المعنية بموجب القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة التصحر وتدهور الأراضي نعم كوزارة البيئة باعتبارها نقطة الاتصال مع سكرتاريات المناخ العالمية ومع صناديق التمويل الدولية ونتشرف بأننا كذلك وجدنا بأن هناك دعم دولي يجعى عن طريق وزارة البيئة للوزارات خصوصا وزارة الزراعة والموارد المائي هل هذا المشروع بدأ؟ هل بدأنا نقول عدنا حزام أخضر نشتغل عليه؟ أنا لا أقول أحملكم مسؤولية أنا أقول كوزارة بيئة تنطونا معلومة هل هناك حزام أخضر بدأ يصير؟ نعم ينزر نعم نعم أرجو أن يكون واضح لحضرتك بأن هناك مبادرة أطلق دولة رئيس الوزراء في مؤتمر تغير المناخ في البصرة لزراعة خمسة مليون شجرة وابتدأنا الإجراءات التنفيذية بالتعاون نعم لدينا حزام الشمالي والحزام الجنوبي في محاوضة كربلاء هناك ما يسمى بالناشنال جريم بيلت أو الحزام الوطني الأخضر وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو بالتعاون مع المنظمات الدولية نعمل على أعداد دراسات خليني أقول نقطة واحدة قبل ما نختم بإختصار لو سمح الدكتور بأنه مو المهم تزرع مليون أو مليار نعم مو المهم تزرع مليون شجرة أو مليون شجرة الأهم أن نفكر باستدامتها من سيديم هذا الحزام أو هذه الغابة علينا أن نعلم تماما بأن مواجهة تأثير التغيرات المناخية سيكون من خلال التشجير وأصحاح بيئي حقيقي فيما يتعلق بنوعية هواء جيدة ومدن آمنة للعيش يجب أن يكون هناك ستة إلى ثمانية شجرة للفرد الواحد بما يتعلق باختناس ثاني أكسيدي الكاربون وخسرت بجذوعها وأطلاق أكسجين إذن الآن أريد أن أقول لك شيء واحد قبل أن تروح بأن مجلس الوزراء الموقر مجلس الوزراء الموقر قرر إيقاف تحويل جنس الأراضي الخضراء والبساتين إلى أي شبك الآخر وهذا القرار تم تنفيذه تحت رجع كبير واهتمام دولة رئيس الوزراء